الشيء اللي كان مفزع هي في مشاهد النزوح في الفيلم النزوح الفلسطينيين لما طردوا من القرى بتاعتهم وقعدين يرحلوا فلوا للبنان روحوا لبنان ويدربوا فيهم نارا عشان يتركوا قرىهم طب احنا شفنا ده بيحصل اليومين اللي فاتوا فأي حد يجي يقول لي أصل نتانيا هو حشقوي مش عارف ايه وبتاع لا يا جماعة دي كانت السياسة بتاعت الصهينة من أول ما بتاعتدول غاية دلوقتي مش عايزنكم يعني مش عايزن يعني فكرة طرد الفلسطينيين من أراضيها فكرة قديمة وثابتة ثابتة ثابتة من أول يوم وهذا ما يحدث الآن في غزة بالزبط هنا في غزة يقولوا روحوا لبجنوب أو روحوا مصر يعني ده ده الكلام اللي بيتقال فعشان كده لما عرضتوا في روحوا ما قلت لهم يا جماعة ما بتاعتش ما بتاعتش يوم سبعة أكتوبر الفين تلاتة وعشرين الحكاية دي دي حاجة ثابتة وملهاش دعوة بمين اللي بيحكم في إسرائيل يا نتنياهو يا ميني متطرف الحدوتة تم قبل كده اللي كان بيحصل في الضفة نزع ملكيات البيوت يعني ايه الحاجات دي كلها ما هي قاعدة ثابتة سياسة ثابتة يوميا بتشوفها ان انا يقب عندي بيت يعني ايه قبن عن جد وساكن فيه في القدس ولا حاجة زي كده ويجيلي يقولولي لا لازم تسكن فيه المهاجرين الاوكرانيين والروس اللي جايين طب لا مش عايز برحتك طبعا بس انت بقى عليك درايب كل ده وحكم محكمة ببيع البيت لتسديد الدرايب وتتردك ويتردك من بيت ما ده اللي حصل في الأراضي لما ناس تجي تقولي الفلسطينيين باعوا أراضيهم لا هو ده بالزبط اللي حصل ان يدينوا البنوك الانجليزية المحتكر لكل المحاصيل في العشرينات والثلاثينات هي كوبانيات يهودية ويقللوا الأسعار مش عارفة سدد الديون اللي علي اللي اخدتها من البنك كمزارع صغير كمالك أرض صغير في فلسطين يتحجز على أرضك وتتباعها هل في فرصة أن نشاهد هذا الفيلم على شاشة التليفزيون مثلا في مصر؟ ياريت المشكلة أنه بيقصوا منه بيقصوا منه أهم حاجات أنا بالنسبة لي بيقصوا منه قصة الحب يعني راجل بيقابل مراته على فكرة بيتعرض على نايل سينما بس مقصوص منه عشرين دقيقة وأنا مش مقصوص بده ده أنا بتكلم طبعا للنسخة الكاملة يعني النسخة الكاملة ياريت احنا جاهزين الفيلم موجود دلوقتي ومترمم وزي الأمر طب يعني كيف ترى إنتاج السينما العربية بشكل عام عن موضوع فلسطين؟ وما أهمية أن يكون هناك إنتاج سينماي عن موضوع فلسطين؟ متيالي المخرجين الفلسطينيين بيقوموا بده بشكل عظيم ما بين إليا سليمان اللي هو تكلم عن النجبة ببلاغة عظيمة يعني في فيلم الزمن المتبقي عن الحاضر في النصرة والإسماء أنمار جاسير ناجوة وهاني أبو أسعب بيتكلموا عن إيه اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين إيه نوعية الحياة اللي عايشينها في فلسطين وفي الأماكن المحتلة وفي الضفة دي أفلام سمينة جدا ومهمة جدا ومنها اللي ترشح للأسكار ومنها اللي أخذ جوائز كبيرة في كان مثلا إليا سليمان أخذ عن يد إلهية جايزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان فدي أفلام إنسانيا مهمة وثقافيا مهمة يعني فيها إسهام للوجدان الإنساني العالمي في كل حتة في العالم بتيالي لأي فيلم بيتعامل بالمنطق ده بإني كنتي بتعملي حاجة طالعة من قلبك مش بقرار إداري مش لأن أنا حاسس بمسؤوليتي تجاه القضية الفنانية ولا مش عارف إيه في عام الفيلم دي عادة بتطلع أفلام إعلامية مش أفلام فإنما الأفلام اللي تلعت من فلسطين رائعة وأنا زي باب الشمس طلع مش عارف